في ظل الهدنة المنعقدة بين الثوار وقوات النظام لمدة 48 ساعة في عدة مناطق سورية منها دمشق وريفها قامت قوات النظام بالأمس ومنذ الساعات الأولى على بدء سريان هذه الهدنة بالاختراق الأكبر والخروقات كانت في حي جوبر الدمشقي ومن عدة محاور أهم هذه المحاور المحور الذي نتواجد به الآن وهو محور طيبة إضافة لمحور عارفة ومحور المناشر جميع هذه المحاور قامت قوات النظام بمحاولة التقدم والاقتحام منها كل ذلك طبعا وسط قصف عنيف استهدف هذه المناطق للمزيد معنا هنا أحد القادة العسكريين في فيلق الرحمن يعطيك العافية حكينا بداية عن الحملة اللي قامت فيها قوات النظام ومحاولة الاقتحام أول شي بسم الله الرحمن الرحيم من الصباح رحنا شايفين أنه في تحركات ورحنا رافعين الجاهزية يعني رافعين جاهزية ما عرفنا شو اسمها الجاهزية فوق خط الأحمر كنا كلهاتنا مستعدين فجأة عم يفوت سيارات وبيئن بات وكتير قصاص رفعنا الجاهزية واستنين عليهم المسويات اقتحموا علينا المساء شي الساعة عشر عشر ونوص ظلوا عم يشتغلوا لوش الصباح على قصف وقصف بالهاوين والدبابات المدفعية صارت تضرب علينا وبلا شو بدون ياخدوا نقاط الفضل لرب العالمين صدينا هون وما لهم خبز من هون وهن فاتوا من كذا محور يعني فاتوا علينا من طيبة ومن ناحي كروش ومن ناحي جبهة عارفة وتم الفضل لرب العالمين يعني ما علاق أنه فيه إصابات عندهم بس بإذن الله تعالى سمعنا أنه طلبوا إسعافات وطلبوا يعني ما لهم خبز هون بالمنطقة بإذن الله تعالى وهذه لهم ما لهم عهد أخي الكريم كام مرة صالحون قال لنا هدنة ووقفوا إطلاق نار ووقفنا ما لهم عهد بن مرة وأنا بقول لكل المجاهدين بسوريا كلهم هاد لوني ما لهم عهد لا تؤمنوا ما ليس من دينكم هل تعتقد أن النظام يحاول الاستفادة مما يحدث في الغوطة الشرقية بمحاولات الاقتحام؟ أكيد أخي أكيد أكيد هذا الأمر يعني هذا لا غبارة لهذا الأمر أكيد أنه هلا هو شو عبي ساوي عبي حاول أنه يحط حاله بالنص نحنا على الآنين مسام بين بعضنا هو شو يساوي يفوت بس لا أخي لا اللي عم يشتغلوا بالداخل شكل واللي راطين شكل والأمور كلها بخير وهلأ يعني شفت مش نصة جيت من الجولة عم نعمل جولات وأمور كتير بخير بإذن الله الله عافية إذن كما يتحدث هنا القائد العسكري في فيلق الرحمن النظام يبدأ أيضا بخرقات جديدة في هذه الهدنة الجديدة التي عقدت لمدة 48 ساعة بين قوات النظام والثوار في عدة مناطق سورية يمان السيد أورينت نيوز حيو جوبر دمشق